موسيقى قال لي أخوك بخار وسلامة مفيش اللي ابن سعدة بنور فتحبه بعض الشباب هو اللي تمسك قلت له طب خلاص قلت له ده هو عدك فلوس قال لي لا ما ناخدها منك قلت له لو يوصل بالسلامة لو على مليون جنيه هدفعه الله ده الفلوس دي مقابل ان هو يصفره ليه يعني ايبا بس اهمش رسمي يدخل رسمي قال له هادخلكم رسمي الكلام اللي قاله الاخوية ماشي والكلام دي في واحد اسم شاهد رسمي جيف قال له ما هتركب عربيات بضاعة مم تلت ديام خمس سيام بالكتير كتير بالكتير خلص اسبقه قال له ثمان تلاب جنيه وشوية لو 14 الف واخد الفين بعد ما توصل يعني كله 16 الف جنيه مم جاء اخويا بعد ذهب مراقب بعمل نجد وشاهده مش عارف معمول برا ما عارفش اسمه والله وجاء قال لي انا ماشي قلت له ما تمشيش خليك عاد مع ايدي او انت بشتغل هنا يوم وهنا وهنا في مصر يوم كله وهو هماشي مم واني رجل لا اتعباه وشوية سمحت انه بقى فيها عربيه حصلت حادسة في ليبيا مم واللي قال لي قال ثلاثة ولا ما اربع مارت من مني مم طب اخويا فيهم واخويا مش فيهم جينا عالنيب تمالقناشا قوية ولا في الحيين ولا في الميتين من يوم اللي اربع بالليل ما صر لنا نوم ولا اكل ولا شبه مم اكل باكفر صغيرة مم وانا اخويا متوفي مم بارد بارد سنتان ونصف اشتركوا في القناة